السلام عليكم يا جماعة شرح إن شاء الله بهالفيديو حق التطبيق يحفظ لك البزنس كارت أي شخص تواجه في حياتك يعطيك بزنس كارت حق محامي مندوب مبيعات تخافض ضيئ هالبطاقات أو تكسل تحفظهم عندك هالتطبيق هو الحل تخل على التطبيق وتسوي لك حساب وتعطي السماح للوصول للسؤال في هذه هذه واجهة التطبيق إذا تبسوي سكان حق أي كارت عندك من الكاميرا لللي تحت طبعا بعدين تحط الكارت بهالطريقة بالعرض تقرب البطاقة من المربع وبعدين بيجيب لك كل البيانات بشكل تلقاء ويمديك تعدل عليهم يعني مثلا لو في حرف غلط في رقم غلط أنت تتأكد من البيانات وتقدر تسوي سكان للكارت من وراء بعد من الخيار اللي سويته خيار الفلب اللي هو قلب الكاميرا تسوي سكان حق الكارت من وراء تقدر تسوي لك روب تقصد جزء معين ما تبيه وقبضا تتأكد من البيانات كلها الاسم الأرقام الموقع الإلكتروني السكان حق البطاقة من قدامه من وراء فيه تفاصيل تحت مش موجودة في البطاقة بالبزنس كار يعني مثلا تحط مواقع التواصل فيسبوك تحط الأشياء الثانية آخر شي تلغط على الصح وتختار وين تبيت تسيب البطاقة في التطبيق في عندك طبعا عندك تخيارات وهذه خلاص حفظنا البطاقة عندنا وللعلم أن تقدر تنشأ كارت خاص فيك من التطبيق بعد تضيف بياناتك اسم الشركة البوزيشن والسوالف هذي وتحط اللوغو مالك ويصمم لك هم البزنس كارت يعني شوف أجرب على السريع عبيت هالبيانات سوالي هالبزنس كارت يعني على شي خفيف بسيط نضيف البيانات وتشوف بدين تقدر تغير من التطبيق وتقدر تطوره ويعطيك مزايا أكثر ترى أتوقع يمديك تحفظ عشر بطاقات بس خلنا نجرب نحفظ بطاقة ثانية بعدين لازم نطور البرنامج عشان يتيح لك خيارات أكثر شوف تحت يمديك تسوي سكان حق كارت أو دوكيمنت مستند عندك تبي تسوي السكان ويعبي لك البيانات به هالطريقة تتأكد من البيانات كاملة يعني مثلا أنا الحين صايد أنه في رقم غلط هم كاتبينه أضيف أنا من الكيبورد يعني سكاني مكان دقيق ففي رقم هم ما صادوا فأنا يمديني أعدل عليه ويمديني أعدل عليه بأي وقت مو بشرط في البداية بس بعدين الشركة غيروا الرقم الشخص غير رقم ما أقدر أدش عليه وغير كل التفاصيل اللي أبيها وبمجرد سحب اليمين على أي بطاقة عندك عدة خيارات سهم المشاركة تسوي لشير أو تسوي لإذت أو تحذفه من البطاقات اللي عندك كل الخيارات متاحة عندك وبس والله يا جماعة متأكدنا فيه وائد ناس محتاجين فكرة هالتطليق أتنسى طبعا لايك والفولو والشير إذا استفاتي يعني انشره بينها لك ورابعك خلينا نستفيدون يعطيكم العافية السلام عليكم ورحمة الله